مشاهد الإجرام الإسرائيلي في غزة ممنوعة في البرلمان الأوروبي ففي معرض للصور نظمته مجموعة البرلمانيين اليساريين الأوروبيين في مقر البرلمان في بروكسل يتضمن 36 صورة من بينها 14 صورة من غزة طلبتها المجموعة النيابية من شبكة الميادين الإعلامية منع عرضها بقرار من مكتب البرلمان الحجة أنه لم يتسنى للجهات المعنية مراقبة هذه الصور مسبقا علما أن المنظمين سلموا صور الميادين إلى جانب صور أخرى من أوكرانيا سمح بعرضها بعد أن عرضنا الصور أمس هنا أبلغنا من البرلمان الأوروبي هذا الصباح أنه يجب إزالة جزء منها ولسيما كل الصور الخاصة بغزة والتي تكشف ما يحدث فعلا هناك أعتقد أنهم لا يريدون رؤية حقيقة ما يحدث يريدون وضع نظارات لإخفاء الحقيقة وإزالة هذه الصور هي خطوة أوروبية إضافية لإبعاد الواقع حتى لا نرى ما يحدث فعلا نواب اليسار الأوروبي الذين نظموا إلى جانب معرض الصور ندوة في مقر البرلمان تناولت سياسة الاتحاد الأوروبي ولسيما في غزة رأوا أن هذه السياسة لم تعد تمثل الشعوب الأوروبية التي خرجت إلى الشوارع للمطالبة بوقف الحرب ومحاسبة إسرائيل المثير للغضب أنه لم يجري اتخاذ أي إجراءات ملموسة بعد لإنهاء إفلات إسرائيل من العقاب كتعليق اتفاقية الشراكة التفضيلية التي لا تزال سارية حتى اليوم مع إسرائيل أو حظر الأسلحة والضغط لإجراء المساءلة عندما لا يدافع الاتحاد الأوروبي عن القانون الدولي فإن الشيء الوحيد الذي يفعله هو إخبار العالم بأنه يريد عالما يعمل فيه قانون الأقوى فقط وفي أثناء كلمة الميادين في معرض الصور أقدم الأمن في البرلمان الأوروبي على وقف بث صور لغزة كانت تبث على شاشة خلفية ويبدو أن بعض من في البرلمان قد دقى درعا بوجود بعض الصور التي يمكن أن تحكي عن غزة فأتوا إلى هنا لوقف بث هذه الصور على الشاشة ولو للحظات قليلة منظم المعرض استغربوا خطوة الأمن بقطع البث التي تعد سابقة في تاريخ تنظيم معارض الصور في البرلمان الأوروبي نحن في الميادين نتعهد بمواصلة نقل الواقع كما هو بنقل الحقيقة مهما حصل من ارتكابات بحقنا وبحق زملائنا إن كان في غزة أو في الضفة الغربية أو في فلسطين المحتلة أو في لبنان أو في سوريا أو اليمن أو في كل بقعة من العالم ونحن نطلب منكم نطلب من هذا اليسار الجميل كما ذكرت اليسار الحقيقي أن يستمر أيضا في هذه المعركة وأن تدعمونا في معركتنا ضد الاستعمار شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة